طيب بالتوفيق ان شاء الله ولا تعليق بقى لان الكابتن بركات مشكورا وضح كل الامر لكنه جالي اتصال من الصديق العزيز استاذ محمد ابراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري واكد لي ان اختيار المخرجين لا يكون بالدور اذا المصيبة واعظمه اعظمه لا ده يبقى احنا دي الكفاءات بقى لا دي مشكلة 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 بجد يعني اذا كانت دي الكفاءات يبقى الامر صعب وانا اتمنى تاني للفاضلة جدا المحترمة جدا السيدة نائلة فاروق انها تشوف حل الموضوع الاخراج التلفزيوني يعني مفيش دور طب هو ده الاخراج اللي عندنا يعني انا خلاص انا قلت الكلمتين في الاول لكنه هو صديقنا العزيز استاذ محمد ابراهيم يعني اقل ده عشان يعني حق الرد حق الرد تمام يعني لكن حق حق النقض ده حقنا بمنتهى الامانة يعني وحق المتعة للجمهور ده حقهم كمان يعني فاذا ما كانوش شايفين ده بتبقى مصيبة وانا عارف الحقيقة ان ما دامنا الى من اول مسكت كات يعني حط اضيها بقوة لكن ربنا يكون في اونها طبعا عندها يعني مهام جسيمة وكبيرة وكثيرة جدا يعني فاتمنى انه نفالتر يا عم خليهم 3 ا4 مخرجين ولا 5 مخرجين ولا 6 طلع جيل تاني وطلع جيل تالت وهات ناس موهوبة ناس كتيرة جدا موجودة يعني تقدر تشتغل تشتغل بشكل كويس يعني لكن اذا كانت هي دي الكفاءات اذا كان ده اللي مسؤول عن الصورة اللي بتوصل لنا في المباريات فالامر صعب صعب جدا وبصراحة يحتاج مليون وقفة محتاج مليون وقفة فصل ونرجع